هنا بقى اللي انا عايز اوصله خلال السنين اللي فاتت الاهلي راكب كل مطشاط القمة الاهلي فنيا ودوافع ونفسيا الاهلي راكب على الزمالك في كل المطشاط خمسة تلاتة مش عارفة أربعة واحد اتنين صفر تلاتة يعني نتاك كبيرة وما كانش جمهور الزمالك كان بيتساءل هو لعبت الزمالك مالهب بتتغير كده نفسيا اما بتيجي تلعب قدام النادي الاهلي زي بالزبط كده في بعض الاحيان اما الاهلي بيلعب ساندونز في فترة من الفترات كان جمهور النادي الاهلي او لعبت الاهلي اما بتروح تلعب ساندونز هناك بتبقى مرعوبة نفسيا وبيكونوا متوقعين ان ممكن نتيجة تكون هزيمة كبيرة لغاية ما النتائج اتغيرت وتحسنت امام ساندونز فلازم نقول قولا واحدا لجمهور الزمالك الزمالك دلوقتي بيخوف ليه بيخوف مفهوم كلمة جامد يعني انا مثلا جامد ليه انا جامد كفريق او انا كفريق بخوف او انا كفريق لازم يتقال علي ان انا قلعة رياضية كبيرة جدا ليه ليه ممكن يتقال علي كده زمان في الخمسينات والستينات كان فيه زمان حاجة اسمها الفتوة الفتوة ده نوعين لا الا فتوة بيجيب حق الغلابة لا الا فتوة بيعمل اتاوة وبياخد حق مش حقه وفيه قوي قوي جثمانيا بيجي يقتل ويضرب اي حد ومش همه حد ومش همه حتى اي قانون وفيه قوي بيدافع عن الضعفاء يعني تمام وما بياخدش غير حقه فقط